كل أبواق الدعاية التركية تعمل الآن لتمرير انطباع يقول إن أرمينيا بدأت بالهجوم على أدرابيجان سفيرها في أنقرة يعرب عن الأسف لصمت العالم عن الهجوم الأرميني ووزارة الخارجية التركية تدين الهجوم الأرميني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعلن دعمه لأدرابيجان في مواجهة العدوان الأرميني كل هذا من أجل التغطية على حقيقة أخرى هي أن أدرابيجان وتركيا كانت تعدان للهجوم على قر باغ منذ شهر على الأقل فبعد يوم واحد من انتهاء المناورات التركية الأدرابيجانية المشتركة التي انطلقت في 29 يوليو الماضي أطلق البلدان مناورات عسكرية مشتركة أخرى أوسع نطاقا بمشاركة قواتهم الخاصة معا والقوات التركية بقيت هناك على مقربة من الحدود بدباباتها وطائراتها المسيرة كما أرسلت تركيا ما لا يقل عن ألف مرتزق سوري ممن عادوا من ليبيا قبل أربعة أسابيع من انطلاق أول قذيفة مدفعية كل ذلك يؤكد النية المسبقة للعدوان على إقليم قرباغ النزاع حول هذا الإقليم يعود إلى العام 1923 عندما قررت السلطات السوفيتية في موسكو منحه إلى أدرابيجان على الرغم من أن أغلبيته السكانية هي من الأرمن وعندما تهى والاتحاد السوفيتي أعلن الإقليم انفصاله في فبراير 1988 ولكن أدرابيجان ظلت تعتبره جزءا منها ولئن كانت أرمينيا ترتبط مع روسيا بمعاهدة منظمة الأمن الجماعي إلى جانب روسيا البيضاء وكزاخستان وقرغستان وطاجكستان إلا أن المؤشرات تفيد بأن موسكو لا تريد التورط في النزاع وهو ما دفع السفير الأرميني في موسكو إلى القول إن بلاده لا تنوي التقدم بطلب إلى المنظمة للحصول على المساعدة روسيا لا تريد أن تشارك في القتال ضد القوات التركية والحلف الأطلسي دعا إلى وقف التصعيد لأنه لا يريد أن يدعم التورط التركي وبينما تشكل أدرابيجان مصدرا حيويا للغاز بالنسبة لتركيا فإنها تتحول الآن إلى سوق للسلاح ففي مقابل دعم الأطماع الأدرابيجانية باستعادة السيطرة على قرباغ تكون تركيا قد حصلت على كنز من الغاز ومبيعات السلاح لم يفلح أردوغان في ليبيا كما لم يفلح في شرق المتوسط حيث وجد من يردعه هناك ولتبدو شركته مع روسيا في شمال سوريا مربحة فالتفت إلى أدرابيجان يكسب هناك ما عاجز عن كسبه في غيرها ترجمة نانسي قنقر